في توديقها لعام واستقبالها لآخر اختار التعز أن تكون كلمة البداية والختام لجيشها الذي أثبت أن تعز اسم وفعل لا يقبل الذلة والانكسار ودع التعز ومحورها العسكري العام 2019 بإقامة المؤتمر السنوي الختامي لقيادة محور تعز للعام التدريبي والقتالي والعمليات والمعنوي المؤتمر الذي أقيم برعاية رئيس الجمهورية وشهد افتتاحه محافظ المحافظة تم خلاله استعراض التقارير التحليلية والتدريبية للألوية والشعب الإدارية في المحور وألويته العسكرية وخطط العام القادم محافظ تعز نبيل شمسان تحدث في كلمته عن مؤامرات كبيرة وواسعة تستهدف تعز معكداً وقوف السلطة المحلية مع الجيش الوطني والأمن قائد محور تعز ألواء الركن خالد فاضل جدد في كلمته التأكيد على أن الوضع الذي تشهده تعز يستدعي دعماً مادياً ومعنوياً وعسكرياً من القيادة السياسية وإلا فالمدينة ستتضاعف فيها المخاطر داعياً لتوحيد الصفوف ونبذ الخلافات والذهاب نحو استكمال تحرير تعز وبناء جيشها الوطني بما يتوائم مع متطلبات الظرف الراهن ومع التحذير من العدو السلالي الذي يتربص بتعز ليلاً ونهاراً جاء تأكيد قائد محور تعز على إدراك الجيش الوطني لمؤامرات المتربصين وإصراره على تحرير الوطن وحماية المواطنين ترجمة نانسي قنقر